موجة جفاف ربما تكون الأشد ضراوة فهنالك أكثر من عشرين ألف نسمة تنهار أمام جفاف نهر الخالص ليترك هذا الجفاف كل شيء حي يصارع العطش ها هي محافظة ديالا تواجه موجة جفاف أخرى تعد الأشد منذ خمسة عشر عام سبب هذه الموجة هو انخفاض الإرادات المائية القادمة من إيران واعتماد عشرات القرى على نهر الخالص الذي أصابه الجفاف هو الآخر فهذه بساتين النخيل قد نالت نصيبها من الحرائق نتيجة هذا الجفاف وتلك محاصيل زراعية تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام العطش الذي أهلك عشرات الآلاف من الدوانم الزراعية مساحات المضررة آلاف الدوانم الزراعية العشرات الآلاف الدوانم الزراعية والمناطق الكثافة السكانية لدينا كثافة جداً عالية يعني رقم مخيف نقول للناس العطشانة إذا لدينا بارق 20 ألف و30 ألف جايز نعبر هذا الرقم القرى تمتد من مسافة تقريباً 30 أربعين كيلو هذه القرى التي أنا حسب معرفتي بها أعرفهم كأشخاص عطشانة يعني مزار عنا انتهت ما بازلت أننا عايشين عليها على المواطرات الأيروائية انتهت ما يكون مفازل جافة أفتان لا أسالة ولا بازل ولا نهر لا يشربنا أبار أسرائل أي شيء أبار تروحوني أنا أشوفكم الأبار ما ينضاق خلاص ما ينضاق نحكي علم نقول يعني يا أهل تروح علي بسيطة واتدلل وتبشر وما أعرفيش وكل هالله بدأ لتكلاوات بكلاوات كل شي ما أعرف يعني ما نعرف فور راح نروح هنا يعني بهاي الحالة ما أعرف يعني الأسباب شين هو ما جاء أنا أعرف يعني كل ما نروح يا أبا يا معودين يجيبون حتى مي بالرسائل ماكو محافظة بلا مياه سقي أو شربة تواجه الآن موجة نزوح جماعي خلال فصل الصيف الحالي والأهالي يطلقون نداء الاستغاثة لحكومتهم المحلية ووزارة الموارد المائية أعلها تستجيب سالة المغضورة 25 وماء ماكو وهذا الماء خابط ومو صافي هل ساكونوا نشوفين مو صافي الماء نحن نريد يشوفون حال يفتعون نهر الخالص يرجعون نمو من نهر القائد يشوفون نشاري يعني يرجعون نم من دجلة مشكلتهم لعددولة وبرلمانيين وبس وقت الانتخابة تعال انتخبني وراح بعد ما أشوفهم ما يتموت من العطش عمال الله وكليش أس الناس كلها قامت تشيل نحن ناشد الدولة العراقية غير حكومة الجالة تحيرب هاي العربان لأنه لا عربة لعربان هاي من هنا هاي الحمرين هاي بساتين هنا عند العنبقية بساتين عملاغة وبساتين عند الببالي عناب وبرتغال وما شبه ذلك كلها هاي انتهت من العطش وزارة الموارد المائية في تصريحات سابقة قد أشارت إلى أن محافظة ديالة ستكون الأكثر تضرراً بسبب اعتمادها على 80% من نهر ديالة و20% من نهر دجلة أما مبادرة الوزارة بحفر الآبار لمواجهة الأزمة المائية فهناك توقعات بأنها لن تحقق المبتغى لنسبة الملوحة العالية التي تحتويها من قضاء الخالص ندى المرسوم التغيير